نجحت تجربة فيزيائية في إضاءة مصابح غير موصولة بأسلاك ويصعى الفيزيائيون لابتكار كهرباء لا تعتمد على الأسلاك لنقلها كهرباء المستقبل بعد أن استخدمت البشرية لقرون الكهرباء عبر الأسلاك يعمل الفيزيائيون حالياً على فكرة التخلي عن الأسلاك الفكرة تقوم على تحويل التيار الكهربائي إلى شكل محدد من الرنين المغناطيسي ينطلق بتردد معين ويتم مستقبله من قبل جهاز يقوم بتحويل هذا الرنين إلى تيار كهربائي يمكن استخدامه في تشغيل الأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها هذه التقنية ستكون تطبيقاتها بلا حدود فالبيوت المستقبلية لا تحتاج إلى تمديدات كهربائية من أي نوع وستكون مدن المستقبل مدناً خالية من الأسلاك الكهربائية المتشابكة لكن التحدي الذي تواجهه هذه التقنية إمكانية نقل الكهرباء لمسافات طويلة بدون ضياع الطاقة أو فقدانها معنا في الستوديو الليلة ضيف التاسعة الدائم مدير البرمجيات الروبوتية في شركة كاتكس سيد إسلام أحمد إسلام أهلا بك معنا دائما في التاسعة موضوع جديد أم قديم؟ إذا كان قديم لماذا لم يتم تطويره؟ والله هو قديم منذ لما نيكول تسلا قدر يتم اختراع الشيء اسمه التيار المتردد اللي الآن الدول عم تستخدمه عشان تنقل الكهرباء لمسافات طويلة هو فعليا بقدر بإحدى المؤتمرات بشيكاغو يعطي الكونسبت أنه أضاء من خلال مسافة قصيرة أضاء مصابيح من غير أسلاك وكان وقتها شيء يعني ترند أنه كيف قدرت تساوي هيك كيف قدرت عن طريق المجال مناطيسي أنك تضوي هذا شيء فأدم وقتها مشروع أنه أنا فيني أنقل الطاقة من خلال عابر للقارات عن طريق من خلال أنها تعبر المحيط الأطلسي وبنى فعليا برج وهذا البرج اللي حد الآن موجود بسمه برج تسلا موجود ولكن في هذا الوقت كان فيه دائما صراع صوصة بين الشركات اللي بلشت تعمل كيبلز وتعطيل الدول وكانت لوبي قوي بهذا الوقت وزائد شركة توماس عاديسون اللي كانت معنية بالتيارة المستمر فأجهضت الفكرة وضلت يعني كحلم أنه ممكن إحنا نشوف كهرباء بدون على ما يبدو إسلام الحلم بدأ يتحقق في تجربة واضحة الآن لكن الحديث الأكبر عندما نتحدث عن التيار الكهربائي الإنسان بخاف على صحته أولا دائما عندما نريد أن نشتري منزلا نذهب بعيدا عن أي توتر عالي يوم لما نتحدث عن كهرباء تنقل ليس في الأسلاك إنما بشكل رنين مغناطيسي ما مدى خطورة ذلك على صحة الإنسان صحيح كان التخوف دائما من موضوع التردد العالي إنه بيأثر على الإنسان الفكرة اللي طلع فيها مجموعة الفيزيائيين بم اي تي قدروا إنه يستغلوا شيء موجود في الفيزياء موجود في حياتنا إنه يقدروا يعني ينقلوا الطاقة من خلال تردد أو رنين عن طريق المجال مغناطيسي اللي موجود في الأرض أريد إحنا نتعرض إليه لأنه إحنا أريد على كوكب الأرض من خلال الأقطاب في مجام مغناطيسي ينطقل دائما موجودة طبيعية قدروا كيف إنه يقدروا ينقلوا الطاقة بمبدأ موجود اللي هو التردد أو بسمور رنان أو التذبذب الرنيني تقدر إنه إذا فيه عندك مستقبل أو مرسل ومستقبل وعندهم نفس التردد فيك إنك تعمل خط أو الطاقة من خلاله الجهاز المستقبل إسلام سأترك تتابع هذه الفكرة لكن الجهاز المستقبل لهذا الرنين المغناطيسي يحول هذا الرنين المغناطيسي إلى تيار كهربائي نحن نعرف عادة بالأسلاك مخسر كهرباء عند متصلنا بهالحال كيف تتم التقنية؟ كلمة صحيحة الموضوع إنه إدروا بإنه 88 إلى 94% ينقلوا الطاقة يعني فيه كمية بسيطة وهذا الشيء وكمان أنت بتعرف المجام مغناطيسي بيقدر يعبر العوائق يعني معظم المتيرة تقدر فبالتالي بيخترق الإسفلت الإسمنت وبتقدر إنك تحصل على الجهة الثانية تاخد هاي الطاقة هو إذا بدك المبدأ موجود أنت بتذكري المغنيين الأوبرا لما يغني بتردد عالي وقدامه كاسة كاسة زجاج تنكسر طب كيف حول الصوت لطاقة حركية لدرجة أنه لأنه وصل لدرجة تذبدب ذرات مادة الزجاج فإدر ينقل ضد الطاقة من خلالها لأنه الثانين صاروا على نفس التذبدب فإدر أنه ذرات الزجاج تتحرك وهي مكانها ويصير عملية التكسير فهم استفادوا من هذا الموضوع وحملوا الطاقة هذه على المجامل النطسي وقدر جهاز المستقبل يقدر يستقبل نفس بالضبط لازم يكون exactly فبالتالي صار هاي الطاقة اللي يستقبلها يحولها لكهرباء مرة تانية وفعلاً يدروا الحلو في الموضوع لسؤالك الأول أنه لما أدمت الشركة اللي اسمها ويتوستي صارت بهيئة تجارية أو شركة تجارية أأمن من التليفون أنك تحطيه بإذنك مئة مرة يعني أكثر أماناً من دبذب التليفون وأكثر أماناً من الصور للطبق المحوري الإمارائي بألف مرة إسلام حتى ما ينتهي الوقت وما أسألك السؤال ما الرؤية المستقبلية لهذه التقنية كيف ستبدو منازلنا كيف ستبدو مدوننا هلأ أريد التطبيق الأول الفعلي اللي يبدو فيه اللي هو للتشجيع موضوع شركات سيارات الكهرباء أنه ما في داعي أنك أنت تحط الكابل للسيارة فصال أنت مجرد يعني بارغ ان شارج أنك أنت بتصفي والسيارة بتشحل حالها وايرلس اتنين الرؤية اللي عندهم كتير رائعة خصوصاً على مستوى الدول أو إشي نقل ما في داعي للكابلات للضغط العالي عم بيقدر ينقلوا بين الأبراج بدون بذبذبات ما تأثر على الكائنات الموجودة زائد سيارات تكون من خلال الأسفل الموجود يقدر السيارة الكهرباء تمر وتشحن بيوت من غير تمديدات كهربائية فتخيل الموضوع يعني هم حالياً هلا على فكرة قدروا أنه بمستقبل حطوه على الموبايل وعلى اللابتوب وبسيارة كهرباء فأنت لما تفوتي على كاراج أريدي فيه هاي التكنولوجيا والسيارة بتستقبل فالسيارة بتشحن واللابتوب والموبايل كله من خلال بذبذب أكيد عالم ذكي شكراً شكراً جزيلاً دائماً لمشاركتك مدير برمجيات روبوتية في شركة كاتكس سيد اسلام أحمد العافو شكراً شكراً للمشاهدة